يلتحق بنا من تعز مراسل الإخبارية محمد الحذيفي مرحبا بك محمد إلى هذه النشرة القوات الشرعية سجلت تقدما في تعز اتمكنت من صد هجوم الميليشيات شرق المدينة وكذلك باتت على مشارف معاقل الحوثيين في تعز ما الجديد لديك في هذا الجانب؟ الجديد أن المعارك في هذه الأثناء تدور في حي قريش المربع الأمني أو معقل ميليشي الحوثي والمخلوع الصالح بعد أن تمكنت القوات الشرعية من استعادة كامل منطقة الثعبات بما فيها جامع عقبة وكذلك مدرسة عقبة والتوغل إلى حي قريش الذي يعتبر المعقل المربع الأمني أو معقل ميليشي الحوثي في تلك المنطقة المعارك تدور في هذا المربع أو في هذا الحي قريش وانقسمت قوات الشرعية إلى اتجاهين أو صارت في اتجاهين الاتجاه الأول باتجاه حي قريش والاتجاه الثاني باتجاه أحياء صالح القريبة من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات وكذلك وكذلك القريبة من جولة القصر هناك الآن في هذه الأثناء معارك شريسة تدور بين قوات الشرعية وبين الميليشيات المتمردة التي تستخدم القصف المدفعي المكثف على معظم أحياء ثعبات وحصنات وقبل صبر وكذلك حي قريش لمحاولة إصناد الميليشيات المتمردة التي تقهقرت كثيرا هذا على مستوى المدينة أما في مستوى الريف فهناك معارك أنيفة بين قوات الشرعية وبين الميليشيات المتمردة في محيط قرية أو منطقة الصيار التي تحاول الميليشيات المتمردة العودة عليها بعد أن استعادتها قوات الشرعية بشكل كامل وأصبحت قريبة أو على بعد كيلوهات المترات من دمنة خدير حيث لم يتبقى ما بين قرية الصيار ودمنة خدير سوى منطقتين أو قريتين في حال توغلت أو استعادتها قوات الشرعية فإن مدمنة خدير المعقل أو المركز الرئيسي العسكري الرئيسي لمديرية خدير سيصبح في مرمان إيران قوات الشرعية نعم ما هي تطورات المعارك قرب العاصمة صنعاء وماذا عن تقدم القوات الشرعية هناك لا يختلف الوضع كثيرا في نهم عنه في تعز في نهم قوات الشرعية تتحقق انتصارات أو تقدم مستمر ومعارك لا تتوقف استعادت خلال الساعات الماضية قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كامل منطقة المدفون وكذلك قرية النعيمات واتجهت نحو مفرق مأرحب الذي لا يبعد سوى 6 كيلو متر عن منطقة المدفون المعارك الآن عنيفة القوات الشرعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تتجه كثيرا نحو مفرق أرحب الذي يربط أو يطل أو يقع على الخط الرئيسي الواصل ما بين العاصمة الصنعة ومحافظة مأرب مليشيات الحوثي تكبدت أكثر من 30 قتيلا بحاصل ما تشير المصادر من هناك خلال الساعات الماضية أكثر من 30 قتيلا وكذلك تدمير العديد من المدرعات بفضل إسناد ومساندة طيران التحالف العربي للقوات الشرعية سواء كان في نهم أو في جبهات تعز المقاومة والجيش الوطني قوات الشرعية بالمجمال تحقق تقدما مهما في العديد من الجبهات وذلك تحت إسناد كبير من طيران التحالف العربي الذي مهد كثيرا لتقدم هذه القوات نعم مراسل الإخبارية محمد الحذيفي شكرا جزيلا لك